احنا كنا كلمناكو حوالين عشرة من الشباب المصريين خطفو في قرية بلوزة في منطقة يعني شمال سينة وحكينا المشهد اللي هو مشهد يعني اقرب الى افلام السينما من اي شيء اخر الى انه النهاردة يعني على عبر الانترنت في صفحات نشرت عودة سبعة من العشرة الى ديارهم و الى افلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المناديب دول الجمهور العادي في الشارع مسمينهم بقى اسم جديد خالص مسمينهم البشماركة البشماركة هي ترجمة لكلمة الفدائيين البشماركة كان عندهم في شمال العراق يعني عندهم تاريخ طويل هم جزء من التنظيمات او الشكلس المسلح للفصائل والاحزاب الكردية في شمال العراق ولكن البشماركة العراقية اشتغلت بشكل كثيف جدا جدا في اخراج داعش من مدينة الموصل في شمال العراق فالمصريين نقلوا الاسم وبقى الاسم الشعبي ما بقاش حد يستخدم مناديب دي او يعني مفوضين من القوات المسلحة وبقى يستخدموا الاسم الشعبي للبشماركة البشماركة دول فيهم مجموعة بتقعد على مقهى معين من المقاهي اللي حصل ايه بقى اللي حصل انه داعش واضح ان طبعا عندها برضو جهاز معلومات لانه مش شغلين كده برضو جهجهوني يعني عندهم جهاز معلومات لانه القصة اللي احكالك دي طبعا مش هتسمعها عند عمر اديب هتسمعها عند انا بس القصة اللي احكالك دي فيها شوية اكشن كده زي الافلام برضو القرية كلها مترقبة بالكاميرات فدول وفيه قرية يعني فيه صيدلية معينة كده العربيات بتاعت داعش جت وجابوا معهم عربية كبيرة صندوق بحيث انها تيجي تقوم قفلة عالكاميرا فالاجهزة اللي بتشوف الكاميرات ما يبقاش عندها وعي او معرفة مسبقة باللي بيحصل ونزلوا من العربيات لابسين جزء منهم لابس لبس جيش ايوه لبس الجيش المصري حضرتك ايوه ايوه زي ما حضرتك زي الافلام بالزبط ايوه المموهباش ايوه ودخلوا على المجموعة اللي قاعدة وابتدوا فيه عملية تفتيش وبحث اكتشفوا امرين اساسيين طبعا او الناس اكتشفت امرين اساسيين واحد من الشباب اللي هم المندوبين دول قام وقال للارهابيين قالهم انا بشتغل مع الجيش طبعا ده خلاص كده وهما يبدوا ان هما كانوا بيبحثوا عن اسماء بعينها بس المشهد كله قرروا ان هما يستخدموه دعائيا وايه ياخدوا رقم اكبر يجيبوا معلومات يسألوا وما الى ذلك وواضح كمان انه فيه واحد من اللي عادين على القهوة موظف في الحكومة في قطاع من القطاعات الصحي مش عارف ايه قالوا له بطاقتك طبعا انت بتستغرب انا بقوله لك بقولك ايو يا باشا دخلوا على القهوة زي اي معاهم ما بحث في جمهورية مصر العربية ودخل على الناس قال لهم بطاقتك ومعاك نين تلاتة لابسين جيش فالناس بكل بساطة هتطلع بطاقة فواحد من اللي قاعدين انه راجل موظف طبع الحكومة قالوله زي ما انا قلت برده قبل كده قالوله اه انت بتشتغل مع الدولة اذا انت كافر وطبعا ده برده مش هيظهر تاني الاسماء اللي مختفي حتى هزي اللحظة سالم احمد السيد وعمر محمد سالم وفي محمدين واحد فيهم مش عارفين مين فيهم اللي رجع ومين فيهم اللي مختفي لكن احنا من اللي اتخطفوا محمد نبيل وواحد اسمه محمد سالم عبداللطيف في واحد من المحمدين دول واحد رجع الاهل وسالما واحد مزال مختفي والموظف ده رابعهم وبره مجموعة الشباب الشباب دول كلهم ليه تم اثارتهم لانهم ابناء البلد فالناس عارفة انه فيه عشر شباب من اولاد العائلات اختفوا الموظف طبعا ده جاي من بره من القاهرة من محافظة تانية ده بقى ما قالوش اهل فما حدش بيسأل عليه تقريبا وربنا يعينه يعني اتمناله كل الصحة والسلامة في الحقيقة بس هو في وضع خطير جدا جدا لانه هو في ايد تنظيم ارهابي لا يرحم احدا طيب المتوقع اللي هيحصل ايه مع الناس دي المتوقع انه يحصل مع الناس دي تصفية جسدية للأسف الشديد ربنا يستر طبعا ونطلع يعني غير موفقين في هذي في هذا التحليل على الاطلاق ربنا رجعهم كلهم بالسلامة او يتم انقاذهم بشكل سريع ولكن لانه رؤيتنا مختلفة في الصراع اللي بيحصل ضد الارهاب في سيناء احنا بنفضل ان نكشف المعلومات للناس عشان الناس تفهم خد بالك جزء من الدولة يقول لك همش عايزين نقول للناس ليه ليه مش عايز تقول للناس اصل الصراع اصل احنا كده من ساعة داعش يقول لك يقول لك كلام كده في الخزعبلات يقول لك انت كده بتساعد داعش انها تنشر رسالتها الاعلامية لا انا ما بعملش كده انا بكشف للمصريين تفاصيل الحدث تفاصيل الحدث تخلي دماغ المواطن المصري تشتغل دماغ المواطن المصري تشتغل تساعدنا في محاربة الارهاب التخبيع على المواطن المصري هي اللي بتكتم وبتساعد الارهاب في الحقيقة ما بتساعدش غيره لانه ما فيش مواطن مصري طبيعي او سليم هتلاقيه موافع على الارهاب حتى من القطاعات الاسلامية اللي هي يعني بتتعذب بشكل يومي في حياتها لا توافق على الارهاب قطاعات كبيرة جدا جدا من التقاري الاسلامي والمساجين والمسجونين وسجناء الرأي والسياسيين رفضين رفض كامل للعمل المسلح ضد الجيش المصري في السجون وخارج السجون وفي المنافي يعني دي مسألة شديدة الوضوح في ذهن الكثيرين ولكن الدولة مش عايزة تقولك انتو كمواطنين مصريين لك قصة اللي بيحصل ايه ولا التفاصيل ولا الروايات اللي انا بحكيها لكو دي وهي كلها حكايات حقيقية موثقة طبعا عشان اثبت التوثيق في ناس هتروح السجن فاحنا مش هنعمل كده ولكن بما انه تقريبا مفيش حد بيقولك قصة غيرنا فيعني ايه على القلف وسائل الاعلام يعني فيعني ايه اعتبروها قصة رواية او حكاية وما تصدقوهاش او صدقوها بلكن حطوها امام اعينكم عن شكل الوضع وشكل الحرب لانه الحرب دي مش بس يعني العملية دي كلها ما هياش مدافع ودبابات وطيارات وناس بتستخبه وفكحور لا دا بيوريك برضو انه انه في جهاز معلومات شغال مع الناس دي متضرب وفاهم وهيروح يجيب التلاتة دول زي مجهاز المعلومات او جهاز المعلومات بتاعت الحكومة المصرية بتروح تجيب الناس برضو علشان تعرف منهم معلومات وطبعا بتعرضوا الى الكثير من التعذيب والكثير من الخوف وبعض يعني مش بعض مئات المصريين ما زالوا في قوائم الاختفاء القصري حتى هذه اللحظة اشتركوا في القناة